دخلت عملية تأليف الحكومي بعطلة محكومة بعطلة رئيس الحكومي المكلف سعد الحريري اللي رح يغادر بيروت لأبو ظبي لتمضيط عطلة عيد الفطر مع عيلته قبل ما يرجع لبيروت بنهاية العطلة الرسمية أي أول الأسبوع المقبل ورغم عطلة التأليف عم بتم التداول بالأروع الإعلامية بمبادرة مرتقبة رح يطلق رئيس الجمهورية ميشيل عون بعد عطلة عيد الفطر لحل حالة الأزمة الحكومية فشو صحة هيدا الخبر؟ مصدر قريب من رئاسة الجمهورية بأصر بعبدة أكد أن الرئيس عون منذ بدء عملية تأليف الحكومي من فك عن إيجاد الحلول والتنازل بكثير من المواقف لفك فكة العقد لكن أي كلام عن مبادرة مرتقبة لرئيس الجمهورية عارم من الصحة ولا شي بالأفق الرئاسي بتوحي بهذا الأمر لأن الرئيس عون بيعتبر أنه أدى واجباته حيال عملية التأليف من تسهيلات وتنازلات لكن العقدة هي عند الرئيس المكلف اللي أخذ قرار ما يشكل حكومي وهيدا اللي ظاهر جليا وبوقت عم بتم التسويق لفكرة اعتزار الحريري عن تأليف الحكومي وتسريب أخبار حول لقاءات عم تترتب مع بدائل بهذا الصدد أكدت مصادر بيت الوسط لتليفزيون نشر أنه خيار الاعتزار غير مطروح لدى الحريري ولا حتى لدى أوساطه إضافة إلى أنه ما فيه أي إشارة خارجية وصلته للقيام بهذا الأمر كما تم الترويج فيما اتهمت هيدا المصادر فريق رئيس الجمهورية بالتسويق للاعتزار والبحث عن البدائل ما اعتبر أنه هيدا جزء من المصاري اللي سلكوا هيدا الفريق بهدف تعطيل عملية تأليف الحكومي منذ الفيديوية واضح أنه كل اللي انحكى عن عقوبات أوروبية بحق مسؤولين لبنانيين متهمين بالعرقل ما لقت صداها لدى ضمائر المسؤولين لا بل بعد تعطيل سيد الموقف ولا تقدم يذكر أو بارئة أمل ممكن تبشر بقرب الفرج الحكومي محمد زهوي تلفزيون نشرة ما تنسوا تعمل السبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك